اشتركوا في القناة في عدة بنوك بنك الراجحي والبلاد والإنما والجزيرة وأيضا الأهلي إلى حد ما هذه كل بنوك تعتمد المصرفية الإسلامية فالأخذ منها بطريقة شرعية لأن كل البنك مصرف أهلي أو عفوا مصرف إسلامي أو يعتمد المصرفية الإسلامية لا يعني أن كل معاملاته أن كل معاملاته صحيحة لا بد من التحقق من الطريقة التي يجري بها أو تجري من خلالها عملية التمويل وقد ذكرت في أسئلة سابقة أنه لا بد في عملية التمويل أن يكون البائع مالكا للأسهم هذا واحد أو مالكا للسلعة سواء كانت أسهم أو رز أو حديد الثاني أنه لا بد أن يتملك ذلك المشتري أو العميل وأن يقوم ببيعها إما بنفسها أو بوكيله لكن لا يجعل البنك وسيطا في ذلك لأنه يتحول إلى تورق منظم وأكثر علماء على تحريمه ترجمة نانسي قنقر